بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع الأحياء فإنه عليه أفضل الصلاة وإسك التسليم علمنا الأدب مع الأموات فالأموات الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يختم أهجلهم وإسبقون إلى دار الحق كما يقال إلى دار البقاء ونبقى نحن في دار الفناء لهم علينا حقوق أهمها وأولها زيارة هؤلاء الذين هم مقبورون في مقابرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الناس حديثي عهد بإسلام نهاهم عن زيارة المقابر لماذا نهاهم عن زيارة المقابر؟ بل إن في بعض أحاديثه عليه أفضل الصلاة وإسك التسليم لعن الله زوارات القبور معناها النساء اللواتي يكثرن الزيارة من القبور لماذا نها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام وبداية الإسلام عن زيارة المقابر ذلك أن الناس في بداية الإسلام لم يكن الإيمان قد استقر في قلوبهم فكانوا إذا ذهبوا إلى المقابر أصيبوا بالجزع وأصيبوا بالهلع وقاموا بأفعال مشينة كلطم الخدود وشق الجيوب بل بلغ الأمر كما يروى عن الخنساء قبل إسلامها حينما توفي شقيقها سخر أن حلقت شعرها وهي المرأة التي من ربما أثمن ما يمكن أن تهتم به شعرها فحلقت شعرها ولازمت الحزن على أخيها ولما دخلت الإسلام رضي الله عنها وأرضاها استدركت كل ذلك فلما قتل أبناؤها الأربع في يوم واحد أو استشهد أبناؤها الأربع في يوم واحد استبشرت ذلك أن نظرتها إلى الموت اختلفت حينما كانت في الجاهلية كانت ترى الموت فقدا إلى الأبد ولكن حينما دخلت الإسلام علمت أن الموت أو الوفاة أو الشهادة أرقى ما يمكن أن يتمناه المؤمن وأن الموت هو انتقال من دار إلى دار وأن الذي فقدناه في الدنيا سنجده في الآخرة إن كنا من طائعين بإذنه سبحانه وتعالى فلذلك لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورات القبور ونهى عن زيارة المقابر ولكنه صلى الله عليه وسلم أذن بعد ذلك للناس فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة والحكمة الآن استقر الإيمان في قلوب العباد واستقر الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره والصبر عند نزول البلاء استقر في قلوب الناس لكن قد يغفل الناس عن الآخرة فإنهم إذا ذهبوا إلى القبور فإنهم يتذكرون أن هذا هو المصير الذي سيؤولون إليه فإنها تذكركم الآخرة فيتذكرون الله سبحانه وتعالى فإذا كان منهم تقصير استدركوا إنسان كان يتهاون في الصلاة فإذا ذهب إلى المقابر اتعظ بولئك الذين هم تحت التراب كيف أنهم يسمعون النداء ولكنهم لا يستطيعون إجابته ولا يستطيعون القيام إليه فيبادر إلى أن يستدرك ما فاته من تقصير في الصلاة إنسان عليه ديون فإذا زار المقابر فإنه يخشى أن يلقى الله تعالى وعليه ديون تثقله وتثقل كاهله وإن الله يغفر للشهيد كل ذنب أذنبه في الدنيا إلا الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيبادر إلى تسديد دينه وهكذا المقابر تذكرنا أو القبور تذكرنا بالآخرة فعلينا زيارتها يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الكنز الذي نقرأه معا اليوم يقول فيما رواه بوريدة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية هذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه فهو حينما يدخل المقابر لا يظن النظان أنه يدخل إلى مكان لا حياة فيه فهناك حياة أخرى برزخية تحت القبور لا يعلم كنهها إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك حينما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هذه الروح وعن تفاصيلها قال الله تعالى إجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربه وما أوتيت من العلم إلا قليلا الروح هذه مسألة تتعلق بالله سبحانه وتعالى ولكننا على يقين أن الممات إنما هو بداية حياة أخرى لهذه الروح وليس نهاية ليس كما كان يقول أولئك الملحدون الذين لا يؤمنون بالله عز وجل إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع كلا إنما هي حياة بعد الممات وهي حياة الجزاء والحياة التي يجازين الله تعالى فيها عما قدمنا في الحياة الدنيا نبي عليه الصلاة والسلام يقف على أهل القليب وهو ذلك البئر الذي دفن فيه مشرك قريش يوم بدر يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الصحابة يستغربون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أهل القليب وقد قتلوا وهم في هذه الحفرة فيقول الله ما أنتم بأسمع منهم وإنهم لا يسمعون هكذا يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام فيعلمنا أن من الأدب أن نسلم عليه ثم من الأدب أن نذكر أنفسنا أنتم اللاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون فإنها تذكركم الآخرة ثم يقول أسأل الله لنا ولكم العافية بمعنى أن ترفع كفة الضراعة والدعاء لهؤلاء الذين لا يستطيعون الآن أن يدعوا ولا أن يقرأوا قرآنا ولا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بأي قربة من أنواع القربة فأنت إذا زرتهم ودعوت لهم رفعت درجاتهم بإذنه سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة